السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه والصلاة والسلام على سيد رسول الله الذي اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه اللهم صلي على سيدنا النبي ما اتصلت عين بنظر اللهم صلي على سيدنا النبي ما تزخرفت أرض بمطر وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى الآثار لا تخدعن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما غلط الفتى سبل الهدى والشمس بازغة لها أنوار قدمتم خير مقدم ووقيتم المأثم والمغرم وبؤتم بحسن المنقلب اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تجعلنا من أحب أحبابك اللهم اجعلنا من أحب أحبابك ومن صفوة أصفيائك اللهم هيئنا لأن نكون من أوليائك اللهم إنك أصلحت الصالحين فأصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين واجعل لنا في قلوب الصالحين ودّا اللهم أمين اللهم إنك طيبت طيبين فطيبنا بما طيبت به عبادك الطيبين واجعل لنا في قلوب الطيبين ودّا يا كريم اللهم أمين يا رب العالمين مرحبا بكم مرحبا بكم في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم وحبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ساكن في القلب يعمره لست أنساه فأذكره إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره صلى الله عليه وسلم اللي لا دي حنعيش مع قصة سميتها قصة المخموم قصة المخموم المخموم مش زي ما عمت الناس متخيلين أو مشهور على ألسنتهم المخموم دا اللي يعني الناس بيخموه يعني أو بيعرفوا يخموه لا بمعنى يعني الناس بيغفلوه ويتحكوا عليه لا 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 مش دا المقصود في ليلتنا وفي حلقتنا دي وإنما قصة المخموم أقصد قصة القلب المخموم إيه بقى موضوع القلب المخموم دا ويعني إيه قلب مخموم دا هنعرفه بعد لما نسمع متن هذا القصة إن شاء الله هذه القصة أخرجها الإمام ابن ماجة في سننه وصححها الأئمة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الناس سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أي الناس أفضل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مخموم القلب صدوق اللسان فقالوا يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد عرفت بقى يا حبيبي يعني إيه المخموم المخموم دا صاحب القلب المخموم هو التقي النقي رجل تقي القلب تقي الجوارح نقي القلب نقي الجوارح وهذا ظاهر عليه للعيان كل الناس حسوا بالنقاء الطهر اللي هو في ذه من شدة تقواه ومن شدة نقائه وطهره ومن علاماته أنه تقي وأنه نقي وأنه لا إثم فيه وأنه لا غل عنده ولا حقد ولا حسد اللهم جعلنا من هؤلاء العباد الأتقياء الأنقياء الصادقين يا رب العالمين الحديث الجميل دا بيكلمنا عن عبد الله المخموم صاحب القلب المخموم يعني صاحب القلب النظيف وكلمة المخموم يا جماعة من خممت البيت أي نظفته وكنسته يعني وهكذا قال أهل اللغة قالوا خممت البيت يعني نظفت البيت كناست البيت يبقى القلب المخموم دا القلب المنظف القلب النظيف لما سألوا سيدنا نبي عليه الصلاة والسلام أي ناس أفضل قال لهم هو دا الرجل اللي قلبه مخموم وزي ما أنا قلت لك في أول الحلقة قبل ما أذكر نص هذه القصة كلمة المخموم فعمت الناس أو عندنا احنا كشعب الشعب المصري يعني يقول لك دا فلان دا بيخموا يعني بيغفلوا كل حاجة بيصدقها دا برضو دا دليل على أنه طيب الناس بتعرف تضحك عليه الناس بتعرف تغفله ليس عنده دهاء ظاهر لكن الحقيقة أن كلام سيدنا النبي عن القلب المخموم يختلف عن المعنى المشهور عند العامة وإنما صاحب القلب المخموم زي ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عرفنا وعلمنا هو الرجل التقي أو المرأة التقية هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغية ولا غلة ولا حسدة خلوني أقف مع حضرتك في البداية إيه السؤال الجميل الرهيب دا قبل ما نقف مع الراجل صاحب القلب المخموم اللي إحنا نفسنا نكون بهذا الوصف اللي وصفه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو يعتبر من أفضل الناس صاحب القلب المخموم تعال الأول نقف مع السؤال الجميل الرهيب دا كانوا بيعرفوا يسألوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كانوا بيعرفوا يسألوا أسئلة حلوة أسئلة فيها لطائف وفوائد وفرائد أسئلة مهمة يستفيد بها الخاص والعام الكبير والصغير القريب والبعيد كلهم يستفيدوا من السؤال دا هنا الناس بيسألوا سيدنا النبي وسيدنا عبدالله بن عمر بن العاص بينقلنا بقى الموقف دا بيقول فيهم اللي يام مجموعة من الناس سألوا سيدنا النبي قالوا له يا رسول الله يا رسول الله أفضل الناس مين مين هما أفضل الناس يا رسول الله الحقيقة أن السؤال دا على جماله دا وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على جمال رده إلا إن السيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جاوب إجابات مختلفة لكن قصة اللي لا دي يعني أقصد يعني إجابات متغيرة يعني لكن قصة اللي لا دي قصة رجل مخموم دي اللي أنا اخترتها سيدنا النبي خاص هذا الرجل صاحب القلب المخموم بأن جعله هو أفضل الناس قال لهم أفضل الناس هو صدوق اللسان مخموم القلب قالوا له صدوق اللسان طب صدوق اللسان ده احنا عارفين يعني رجل يتحرى الصدق يتحرى الدقة في الصدق مش مجرد نوع صادق لا ده صدوق صدوق فعول على وزن فعول صيغة مبالغة يعني الرجل ده مبالغ في الصدق لسانه لا ينطق إلا بالصدق لا يتحرك إلا بالصدق ما يقولش إلا الصدق ما يعرفش إلا الصدق صدوق اللسان طب احنا عارفينها طب التانية بقى مخموم القلب دي يعني ايه يا سيد الناس فوضح لهم رسول الله يعني ايه مخموم القلب وقال لهم هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغية ولا غلة ولا حسدة فين بقى الأسئلة بتاعت الناس النهاردة من أسئلة الصحابة لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام خد بالك أسئلة الصحابة لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام دي معمول فيها أبحاث أبحاث علمية وأبحاث ترئية وأبحاث درجات علمية ماجستير ودكتوراه معمولة بس في أسئلة الصحابة لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يبقى فيه أسئلة كتير أيها طبعا اجتهد عليها الباحثين وطلبة العلم إنهم يجمعوها وإنهم يتكلموا عن فوائدها ويتكلموا عن اللمحات الجميلة واللطائف التربوية اللي فيها ويوصلون هذه الفرائد الجميلة تيجي تتبع بقى أسئلة الصحابة لسيدنا النبي مفيش أسئلة تافهة زي اللي احنا بنعاني من سماعها النهاردة أو قرائتها النهاردة وأحيانا تلاقي واحد ربنا يعافيني ويعافيكو يا رب يبعد سؤال تافه مثلا للشيخ أو للعالم أو للدعاية ومصر إن الشيخ يشوف التفاهة دي ويقراها مرة واثنين وثلاثة وعشرة ولو الشيخ مثلا مردش على السؤال ده عشان سؤال تافه جدا مثلا وميتسئلش لشيخ يقوم عملكه بيبست وبعته تاني وتالت وعاشر ولو الشيخ مثلا مردش إن شغل أو يعني شايف الكلام ده المفروض يا حبيبي ما تبعته ليش أنا فيقوم يغلط في الشيخ أو يشتم الشيخ ولا حول ولا قوة إلا بلا وده عادي وعادي خالص كمان لإن لما يكون في حد مش عارف أصلا يسأل مش عارف المفتاح أصلا فين ما وده مفتاح العلم حسن السؤال حسن الإصغاء إنك تعرف تسأل صح ده مفتاح العلم وإنك تعرف تسمع صح هذا هو مفتاح العلم حسن السؤال وحسن الإصغاء فلما واحد أصلا ما معهوش مفتاح خلاص طبيعي بقى إنه يضرب الباب برجليه يخبط الباب بكتفه ده عادي جدا جدا يعني يخبط في اللي داخل واللي طالع قدام الباب ده عادي جدا جدا يعني واحد ما معهوش أصلا مفتاح يدخل به على العالم أو الشيخ أو الدعية عشان يعرف يسأله صح الصحابة بقى تعلموا من سدنا النبي إزاي يسألوا أسئلة حلوة أسئلة فيها نور أسئلة مفيدة للكل منها هذا السؤال فحنا كنقوله أي العمال أفضل أي الأعمال أفضل أي الناس أفضل وسيدنا نبي يجاوب الله مصلي وسلم وبارك عليه هنا يقولوا له أي ناس أفضل أحسن الناس وده فيه علو وهمة الصحابة اللي المفروض إحنا بقى نتعيدي بقى منهم بما إن إحنا أحفاد هؤلاء الأكابر هؤلاء الصحابة وبنقرأ في تواريخ هؤلاء الصحابة ويسيرت سيدنا نبي عليه الصلاة والسلام ودينا بنقول لحضراتك هؤ من خلال هذه الحلقات المباركة بنضع كده يعني الأضواء نسلط الأضواء على أسئلة الصحابة لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعلمهم إزاي كان بيرد عليهم إزاي نتعلم منهم بقى علو والهمة هم بيقولوا أي ناس أفضل يا رسول الله يعني عايزين يشوفوا أحسن الناس مين علشان يعملوا زيهم علشان يكونوا منهم أي ناس أفضل سيدنا النبي قال لهم كل صدوق اللسان مخموم القلب قالوا له طب صدوق اللسان ده احنا عارفين طب مخموم القلب يعني إيه يا سيدي العلمة بيقولوا يا أحباب إن الرد ده فيه بيان إعجاز سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ليه بآه صلي على سيدنا رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه قال لك العرب ده قالوا كانوا فصحاء وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أمي هو النبي الأمي لكنه علم المتعلمين اللهم صلي وسلم وبارك عليه هذا النبي الأمي الذي بعثه بالله عز وجل في العرب أهم العرب أمامه فئة من العرب أمامه ومش عارفين يعني إيه مخموم القلب وسيدنا النبي هو اللي حيجاوبهم ويعلمهم ويعرفهم اللهم صلي وسلم وبارك عليه فقالوا هذا الرد منهم لما سألوه طب صدوق اللسان احنا نعرفه طب إيه مين هو بقى مخموم القلب قالوا ردهم ده دليل إن كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فيه إعجاز وأنه لا ينطق عن الهوى وبين لهم ولم يراجعوا يعني ما فيش واحد منهم قالوا لا 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 يا رسول الله الكلام ده ماهوش عندي ماهوش في لغة العرب الكلام ده مش موافق للغة العرب وإنما سكتوا كلهم عن بكرة أبيهم وتعلموا منه واسترشدوا به عليه الصلاة والسلام فقالوا طب صدوق اللي سنعرفه فما هو مخموم القلب فسيدنا النبي جاوبهم قال لهم هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغية ولا غلة ولا حسد هو ده بقى إلا أنا النهاردة عايز أركز عليه مع حضرتكم عشان أكون أنا وإنتو هذه الشخصية مخموم القلب التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغية ولا غلة ولا حسد ست أوصاف نول تاني هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغية ولا غلة ولا حسد ست أوصافهم يا أحباب الست أوصاف ده لما يجمعوا مع بعض كده دي تركيبة يطلعون راجل أو امرأة ده أفضل شخصية سيدنا النبي تكلم عليها قال يا جماعة دول أفضل الناس اللي تجمع فيهم الست أوصاف دول تقي نقي لا إثم فيه ولا بغية ولا غلة ولا حسد مش عايزين وصفه الاتنين بس من دول لا يبقى أنت نيسا ما وصلتش لمخموم القلب جمع الستة دول إن شاء الله تكسب وتوصل إلى حال العبد المخموم أي مخموم القلب اللي هو آلب فعلا نظيف طاهر اللهم جعلنا منهم يا كريم هو التقي النقي راجل تقي راجل نقي تقي يحذر من المحرمات يتقي المكروهات يتقي الشبهات يبتعد عن الفتن والنزوات يحذر من المبتدعات يحذر من الأهواء والانحرافات ده راجل تقي بيتقي بيبعد عن أي حاجة ممكن تتسبب إنها تدخل في سكة أو طريق يكون فيه غضب الله سخط الله بيتحرى ما يرضي الله ويرضي رسول الله عليه الصلاة والسلام راجل تقي نقي نضيف مش نضيف في الهيئة يعني بيلبس أميس نضيف وبنطلون نضيف أو بدلة شيك أو جبة شيك أو عمامة شيك ولا لا 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 يا جماعة الموضوع أبعد من كده بكتير بعيد عن نظافة الثياب أو نظافة الظاهر ده الناس دي نضيفة بارة وجوة اللهم اجعلنا منهم يا كريم اللهم اجعلنا منهم يا كريم اللهم اجعلنا منهم يا كريم إنك تقبل حد موش نضيف بره وبس وجواه قذر أو لسانه قذر ما انت سعب تلاقي ناس شيك أوي 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 وناس قذرة أوي 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 ساعة لما يتكلم كده تلاقي البذاء أو القذارة والسفالة طلع من لسانه عادي كده كأنه بيطلع الهوى يعني طلع مع النفس تستغرب جدا معقول اللي لاكب العربية اللي بالشياكة دي اللي متجوز الست اللي بالشياكة دي اللي لابس الحتة اللي بالشياكة دي يطلع الكلام اللي بالسفالة دي أيوة لأنه مشتقي إنما التقي بقى يبقى بارة وجوة نضيف ده التقي النقي التقي النقي هو التقي النقي لا يقرب من أي حاجة فيها قذر يا جماعة ولا أي حاجة فيها شبهات ولا أي حاجة فيها انحرافات ولا أي حاجة فيها خزعبلات أو أوهام أو شركيات أو مبتدعات رجل تقي نقي رجل ربنا منور له بصرته منور له حياته وبصرته دي بصيرة مؤمن فارس بإيمانه وهذا الفارس بصيرته بصيرة فارس يرى في الظلمة كما يرى في النور زي ما العلماء قالوا بيقولوا كده العبد المؤمن بصيرة قلبه كبصر فرس يرى في الظلمة كما يرى في النور يا جماعة الخيول كانت بتحارب بالنهار بس وبالليل بتنام لنا يعني في النهار يحاربوا وبالليل بس خلاص مش هيجموا على الأعداء ولا الفارس ده يحارب بالنهار ويحارب بالليل ليه لإن بصره ده مش بصر عادي ده بصر فارس يرى في الظلمة كما يرى في النور علماء التزكية يقولوا كده يقولوا ان العبد المؤمن ده بصيرة قلبه كبصر الفرس يرى في الظلمة كما يرى في النور عشان كده العلمة غير بقية الناس العلمة أو الأولية أولياء الله الصالحين بصيرة قلوبهم دي كبصر فرس يرى في الظلمة كما يرى في النور بيشم ريح الفتنة من على بعيد بيشم ريح البلاء من بعيد لكن في ناس تاني يبقى إيه البلاء يزكم أنفهم وهم ولا هم هنا ولا حسين أصلا بالبلاء ولا حسين أصلا إيه دي فتنة يقول لك يا عم فتنة إيه ونزوة إيه وبتاع إيه تبتكلمه في إيه ده أنتو على المرضى وهو يا ولداء اللي مزكمه مريض ومش درياء لكن أولياء الله عز وجل بخلاف ذلك تماما اللهم اجعلنا من أحب أحبابك ومن صفوة أصفيائك وهيئنا لأن نكون من أوليائك يا كريم اللهم أمين يا رب العام وهذه الدعوة دعوة أجراها الله تعالى على اللساني وأنا أحبها الدعوة دي اللهم اجعلنا من أحب أحبابك اللهم اجعلنا من أحب أحبابك ومن صفوة أصفيائك وهيئنا لأن نكون من أوليائك لأن أحب أحباب ربنا ليهم أوصف خاصة صفوة أصفياء ربنا دول برضو ناس مميزين جدا ولما ربنا يهيئنا نحن نبقى من أولياء ربنا يبقى إن شاء الله نستبشر بالخير فإن الله تعالى قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله فاللهم بشرنا يا رب في الدنيا وفي الآخرة اللهم أمين يا رب العالمين التقي النقي هو ممكن يا شيخ يعني أي حد كان حريص على التقوى مهما كان وظيفته الشرط إنه يعني يبقى طالب علم ولا حاجة ولا عالم ولا دعاية ينفع إنه يبقى من الأولية أيوة تخيل بقى يعني ينفع إنك أنت تبقى طبيب من الأولية أيوة طبعا مهندس من الأولية مهندس ولي من أولياء الله الصالحين أيوة طبعا مدرس مربي أجيال من أولياء الله الصالحين أيوة ينفع جدا ما ينفعش ليه ينفع أنت أيضا تبقى صيدلانية من الأولية أيوة طبيب من الأولياء الله أيوة مهندسة من الأولية أيوة مش لازم يعني أكون معلمة قرآن علشان أبقى أنا من الأولية مش لازم أكون أنا داعية من الدعيات علشان أبقى أنا من الأولية لا مش لازم تكون عالم من العلم علشان تبقى من الأولية لا لكن تبقى إيه مؤمن تقي الذين آمنوا وكانوا يتقون هم دول الأولية دول أفضل الناس بقى التقي النقي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا قال الله وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا قال الله يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم فإنت لما تبقى ممن اتق الله ربنا يجعل لك فرقان يعني يجعل لك نور تمشي به ينور بصرك وبصرتك يا حبيبي ويكفر عننا ذنوبنا سيئتنا ويغفر لنا فاللهم اجعلنا من الأتقياء الأنقياء الأولياء يا رب العالمين أفضل الناس مخموم القلب اللي قاله نضيف نضيف بمعنى الكلمة رجل تقي نقي لا إثم فيه يه على جملة لا إثم فيه دي الطهر كله واحد لا إثم فيه أدي مطلع الكلام يا سيتي ثالث وصف من الأوصاف بعد التقي النقي لا إثم فيه طب بالله عليك لو الواحد ظن بنفسه الأولى الوصف الأول هو التقي والتاني النقي وزعم ذلك زعم إن هو من الأتقياء أو إن هو من الأنقياء وقلبه نضيف جدا جدا طب قلبك نضيف لدرجة إنك أنت نقدر نقول إنك لا إثم فيك يصدق عليك كده لا إثم فيك ما فيش جواك إثم خالص ما عندكش إثم لا إثم فيك ما فيش زنوب ما فيش سيئات ما فيش أمراض جوه قلبه ما فيش حاجات كده مركونة في جدران القلب وخبايا القلب وجذر القلب حاجات تخضب ربنا عز وجل أو يكرهها الله أو يكرهها رسول الله عليه الصلاة والسلام لا ده يبقى الواحد محتاج إن هو يراجع نفسه جدا علشان ما يزعمش ببساطة إن هو تقي وإن هو نقي لا استنى استنى عشان نأكد بقى إنك أنت فعلا تقي ونقي الآثام أخبرها إيه مخموم القلب تقي نقي لا إثم فيه وما بيحبش الآثام مش بس مجرد إنه ما بيعملش الآثام مش متلبس بيها يعني مش مستمسك بمعصية ولا بإثم ولا كده وما بيقربش منها لا ده كمان ما بيحبهاش لا إثم فيه ولا بيحب بسكة الإثم ولا طريق الزنوب والمعاصي والكلام ده لا إثم فيه ولا بغية يا واحد كمان ما عندوش ظلم لحد ما هوش مفتري ما هوش جبار ما هوش متكبر يعني سعب بتلاقي حد يبين عليه إنه طيب بس تتعالى بقى النهار ده اختلف معاه يقلب الوش التاني توصلت ليه لا ده ما بقاش طيب ده ما بقاش مؤدب ده طلع الناحية التانية ليه تكتشف إنه إيه سيء الأدب جدا وبعدين يبرر سوق أدب وده أقول لك أصل الناس بقيت وحشة جدا وأصل مش كل الناس ينفع معها الأدب فيه ناس كده لازم تريموا لعين الحمرة وناس كده لازم تعلمهم تعرفهم إنه إحنا برضو بنعرف نتعامل مع الأشكال اللي هي ديت زي ما بيتعاملوا إن كانوا هم عندهم سوق أدب لا ده إحنا كمان نعرف نطول لسانتنا ونبقى عندنا سوق أدب نقول لا مش ده بقى اللي سيدنا نبي قال عليه المخموم مخموم القلب موش كده مخموم القلب تقي نقي لا إثم فيه ولا بغي موش مفتاري على حد ولكن لو حد نهار ده أسائل الأدب يتجنبوا يعاقبوا بالتباعد إنه يدي له كتفه بس كده يدي له ظهره كأنه مش شايفه مش واخب باله منه ويكون هذا دفعا بالتي هي أحسن مع إنه يقدر يرد على أسائته بإساءة وعلى تطوله بتطاول وعلى سبه أو شتمه بسبق أو شتم أقوى منه ولكن إحنا مش هنشتم لإحنا مش شتمين إحنا مش هنسب لإحنا مش سببين إحنا مش هنسي الأدب لإن إحنا مؤدبين ومهذبين ومصلحين ما لنعمل إيه؟ خلاص ندفع بالتي هي أحسن وكفايا إن إحنا نديهم ظهرنا ونرمي كلامهم السيء ده وراء ظهورنا كأننا لم نسمعه ويمروا إلى مسبلة التاريخ كفايا عليهم كده مش هنعملهم إيمة ولا سعر فعل التقيي النقي يختلف عن فعل الواحد اللي هو إيه؟ اللي يفكر أنه هو يعني دهية أنه هو عنده دهاء يعني أنه أذاكي قوي وأنه شخصية قوية ويقدر يرد بإثاءة لا 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 يقدر يرده لكن لا يسيء لا يسيء الأدب وما عندهوش وشين ثلاثة أربعة مخموم القلب هو وش واحد فقط اللي هو إيه؟ وش المخموم اللي هو الوش النظيف تقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغية ولا غلة ولا حسدة لا بغية يعني ما بيظلمش حد ما بيفتريش على حد ما بيضيعش حق أحد ما بيكلش حق أحد ما بيهضمش حق أحد ما بيستحلش حق أحد ده لا بغية لا بغية يوم ما يختلف مع جاره إحنا مختلفين على إيه؟ على الكوباية دي لا اتفضل ياعم الكوباية دي مش عايزينها مختلفين على إيه؟ على الجدار ده خمسة سنطة دول عندي ولا عندك بس كده وعملت جبلنا بتوع المساحات وبتوع الخرايط عشان خاطر خمسة سنتي يا راجل ومعزبنا وحتضيع عمرنا وحتتلف أعصابنا وحتجبلنا الضغط على الخمسة سنتي خدهم وإيه ومع السلامة ولا يلزمنا الخمسة سنتي بتوعك دول سواء كانوا بتوعي أو بتوعك مبسوط كده هكذا يفعلوا ولا بغية مش النهاردة أقدر أننا ضربوا أم ضربوا أقدر أننا أذيه أو ما أذيه أقدر أننا أرفده أو رفده لا 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 ولا بغية أقدر أننا أسبب له مشكلة في مكانه أو في سمعته أو في وظيفته أو في أي شيء من أمر دنياه يعني لا 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 خلاص خلاص أتركه وشأنه وأتجاهله تماما مهما كان قوتي أو سلطاني أو نفوزي فهؤلاء الأتقياء الأنقياء لا بغية عندهم حتى ولو كان عندهم سلطان أو قوة جماعة أو نفوس وده اللي يفرق بينهم ومن غيرهم يبقى مخموم القلب هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغية ولا غلة ولا حسدة خمس صفة أو سادي الصفة ما عندهمش غل ما عندهمش حسد النهاردة اللي يقوم فيه دول بقى يا ناس ده كأنك أنت بتدور على إبرة كمقش ياه عملين بنغربل تغربل كل اللي حوالين منك عشان تطلع حد بالأوصاف دي لو لقيت فيه الوصف الأولاني الوصف الثاني ممكن تبصد تلاقي لا ده مو ولو لقيت فيه الوصفين الأول والتاني لقى تلاقي الوصف الثالث واقع فيه لو لقيت الأول ثلاث أوصاف اللي هو التقي النقي لا إثم فيه تلاقي لا ده ممكن ده فيه يوم من الأيام افترع على فلان فيه يوم من الأيام تسلط على فلان فيه يوم من الأيام آذا فلان فيه يوم من الأيام تجبر على فلان ولو نجى بالأربع صفات الأولى والتانية والتالتة والرابعة اللي هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغية لا دا عنده غل بان الغل بتاعه في الموقف الفلاني في الجلسة الفلانية في المشهد الفلاني بان عنده غل مخموم القلب ما عندهش غل يا جماعة ما بيغلش صدره نقي سليم لا عنده غل ولا عنده حسد تحس كده كأنه واحد ايه كأنه واحد كده من الصحابة ماشي على الارض ومن الصحابة اللي هم ايمانهم علي جدا كمان تحس كده كأنك انت بتتعامل مع مش بنا آدم كأنك بتعامل كده مع ملاك تقول يا الله ايه جمال دا هو لسه في ناس بالنقاء دا هو لسه في حد بالطهر دا هو لسه في قلوب بالوصف دا هو لسه في ألسنة بالجمال والبهاء والشياكة دي اه ليه بقى لانه راجل ايه من افضل الناس مخموم القلب ما عندهوش غل ولا عنده حسد قال الله عز وجل عن وصف اهل الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل واستعاذ الله عز وجل من شر الحاسد إذا حسد الحاسد دا هو يتمنى زوال النعمة اللي عندك مش بيتمنى ان هو يبقى عنده زيها لا بيتمنى ان النعمة تزول عني وعنك دا حاسد فربنا عز وجل علمنا ان احنا نستعيد من أمثال هؤلاء سورة الفلق قال الله عز وجل قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا واقب ومن شر النفثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وهذا من السنة ان احنا نستعيد بالله عز وجل من شر الحاسد إذا حسد ومن بركة المحافظة على الاذكار اليومية في الصباح والمساء انها بتصنى عن هؤلاء الذين فسدت قلوبهم وفسدت عيونهم اللي ساعت لما يشوف حاجة حلوة عندك هي العين يجيبك الارض هي الكلمة تصيبك ب دا شديد جدا ولا حول ولا قوتها إلا بالله العلي العظيم جايب عربية جديدة يقوم رائع العربية عين خلاص وصل العربية تحولت لابس بادلة جديدة وخارج بيها يقوم خطك العين اللي هي تقعد على كرسي يقوم الكرسي دا في مصمار أطيع لك مثلا الجاكتة أو البنطلون في أول لبسة مازع كده البدلة أمر يعني يصعب عليك تصوره أو تخيله أفسد عليك الحال الحلو اللي انت فيه بنظرة أو بكلمة لأنه لم يبرك يعني لم يقول اللهم بارك زي ما سيدنا نبي علمنا إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليبارك عليه يعني ليقول اللهم بارك اللهم بارك أو نقول بسم الله ما شاء الله اللهم بارك أيوة يا سيدي بقى كذا وكذا من غير ما تبرك لا بارك الأول بارك عليه قول اللهم بارك قول بسم الله ما شاء الله هو هكذا فلا تفسد عليه النعمة اللي هو فيها أيوة يا عم الناس الواصلة دي والناس اللي معها فلوس دي تبصد تلاقي الحاجة اللي معادي فسدت أو خربت حتى وإن كانت جديدة سبحان الله العظيم من بركات الأذكار بقى إنها بيتبقى حصن بيننا وبين الأشكال اللي زي دي بين الناس اللي قلوبها مليانة غل وقلوبها مليانة حسد وعنيها مليانة حسد كأن الذكر ده حارس عليك كأن الذكر ده حصن حوالين منك يصد بقى ويدفع عنك كل هذه البلاءات فحفظه بارك الله تعالى فيكم على الأذكار أذكار الصباح وأذكار المساء ده مهم جدا ونعلم الكلام ده لأولدنا وكل أهل البيت وحافظ على نقاء قلبك وخليك من الأتقياء الأنقياء الذين لا إثم فيهم ولا غل ولا حسد اللهم اجعلنا كذلك يا كريم يوصلنا للحل ده يا جماعة نحن نبقى من مخموم القلب ويبقى فينا الست أصف دول ونثبت بقى على الست أصف دول إيه كثرة ذكر الله مع كثرة الاستغفار لأن ذكر ربنا ده بيرفعنا بسرعة عند الله عز وجل ويحصل لنا الحسنات الكثيرة فباب ذكر الله عز وجل ده ده باب باب الكثير من الأولياء عشان كده سيدنا نبي عليه الصلاة والسلام قال لي إيه السبق المفردون منهم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات ولما جاء عربيس السيدنا نبي عليه الصلاة والسلام قال لي ورسول الله شرائع الإسلام قد كثرت علي أخبرني بشيء أتشبث به قال له إيه قال له لا يزل لسانه كراط بان بذكر امسك في ديه هتوصل وإنك أنت ممكن تسبيحة تتحط في رصيد الحسنات بحسنات ضخمة جدا كميل السماوات والأرض زي إيه مثلا زي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم في الحديث الصحيح كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم خدت منك كم ثانية بقى دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم خدت كم ثانية طب تقول لها أدي إيه سيدنا نبي يقول الكلمتين دول ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن وخفيفة على اللسان واللي يقول سبحان الله وبحمده حطت عنه خطايا وإن كانت مثل زبد البحر شفت بقى باب الذكر بيعمل إيه؟ بيحط الخطايا حطا وبيتقل الموازين جدا 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 فهذا باب يخليك تقدر توصل إنك تحافظ على الست أوصف دول لما توصل له التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغية ولا غلة ولا حسادة وإيه كمان إيه القرآن يا ناس إن القرآن نور على صاحبه نور في حياتك نور في بصرك نور في سمعك نور في جوارحك نور في بصرتك قد جاءك من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبول السلام ويخرجهم من الظلمات إلى نور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم فكلما اقتربت من القرآن وسيطر عليك القرآن وملأ كيانك القرآن وملأ حياتك كلها القرآن كلما امتلأت نورا واستطعت أنك أنت تحافظ على الست أوصف دول لو أنت وصلت له أي ناس أفضل يا رسول الله قال كل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا يا رسول الله صدوق اللسان لنعرفه فما مخموم القلب قال هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد الحمد لله الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه مبتدأ وطبع منه الخبر أحبكم في الله أستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه دمتم في أمن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته